عددا من هذا الموضوع إنما نريد أن نعقب على هذا الأمر أيضا الأخذ بالأسباب وهو الأمر الذي ركزتم عليه في نهاية حديثكم الأخذ بالأسباب أخذت به كل الأمم تقريبا حتى التي كانت صلتها بالله تعالى مقطوعة ولكن ماذا يمثل الجانب الإيماني والروحي والدعاء بالنسبة للمؤمن إذا كانت هذه السنن الوقاية منها تكون عبر هذه الأسباب وهذه الأسباب يمكن أن يلتزم بها غير المسلم أيضا لينجو فماذا يمثل الدعاء والجانب الإيماني بالنسبة للمؤمن هي من أوثق الأسباب الداعية إلى الخروج من هذه المحنة فقد ثبت للعالم أجمع أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف هذه الأسباب هو الذي يأذن بأمر يأذن بانفراجه أو هو الذي يبتل عباده بشيء من الضيق والكرب فلا ريب أن من أوثق عراء الأسباب التي تعين المؤمنين على تخطي هذه الكروب أن يوثقوا صلتهم بالله تبارك وتعالى ولا يعني هذا بحال من الأحوال ولم يدعوا أحد من أهل العلم المعتد بقولهم إلى أن ينقطع الناس إلى هذا الجانب ثم يرموا بعد ذلك بأنفسهم في مهاوي ما يمكن أن يوقعهم في الأمراض والأوبئة لم يقل بذلك علماء الإسلام من قال بذلك فإنما أوتي من قبل جهله لا من قبل العلم وإنما الإيمان يدعو إلى الأخذ بكل الأسباب بالأسباب الإيمانية والأسباب الروحية والخلقية مع الأسباب العلمية الداعية إلى البحث والاجتهاد والنظر ومحاولة اكتشاف العلاج واكتشاف اللقاحات والأخذ بأسباب الوقاية هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجدون فرارك من الأسد لا يرد هائم على مصح ويقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها بالروايات الواردة وهو عليه الصلاة والسلام أثبت المؤمنين إيمانا وأرسخهم عقيدة ومع ذلك كان يتداوى وقال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء أتي الناس من قبل الجهل ذكر الحافظ بن حجر في مناسبة لا داعي للإطالة فيها لكنه قال حينما ظهر الطاعون في مصر فكان أول ما تداعى الناس إلى الاجتماع للخروج والدعاء كما يصنعون في الاستسقاء وإعترض بعض أهل العلم على صنيعهم ذلك إذ كانوا قد أمروهم أيضا بالتباعد و لزوم البيوت و الامتناع عن الذهاب إلى الجمع و الجماعات نعم لكن هؤلاء ظنوا بأن الضراعة إلى الله عز وجل تخبر باجتماع وتكثير عدد هو الأدعاء إلى الإجابة نعم يقول فكثر الموت فيهم بعد خروجهم ذلك ثم ذكر هو بنفسه أنه حصلت حادثة يعني ذكر عن طاعون في مصر ثم طاعون في دمشق ثم طاعون في مصر شهده هو نعم و إن لم تخني الذاكرة قال أنه حصل في عام 63 و 800 قال فتنادى الناس و صاموا لثلاثة أيام كما يفعلون في الاستسقاء نعم ثم خرجوا مجتمعين فمن قضى ذلك الشهر إلا و كانوا يعدون من الموتى ألفا نعم في كل يوم في كل يوم و كانوا قبل ذلك لا يعدون أكثر من أربعين ميتا في اليوم تشر فيهم المرض فلذلك تجد أن أهل العلم الراسخين في العلم يتنبهون إلى مثل هذه الخفايا يدعون إلى الأخذ بالأسباب الإيمانية و الروحية و توثيق الصلة بالله تبارك و تعالى و ينهون في الوقت نفسه عن إلقاء النفس إلى مهاوئة تهلكة نعم فيوسعون بقدر ما يتسع الفقه الإسلامي و يقدمون الأولويات الداعية إلى حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ الأمن و السلم لأن في هذا الدين فسحة و لأن أحكامه تتسع لمثل هذه الأسباب الداعية إلى الوقاية أما أن يظن ظان بأن الدعوة إلى مراجعة النفس إيمانيا و توثيق الصلة بالله تبارك و تعالى و الإقبال عليه و التصدق و الضراعة أنها تعني نفي الأخذ بأسباب الوقاية المادية أو الأخذ بأسباب العلاج و التداوي العلمية و الطبية و البحثية فهذا إنما أتي من قبل فهمه أو ظنه و إلا فإن هذا الدين كما تقدم في هذه الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه و عليه و سلم تدعو إلى أسباب نعرفها نحن اليوم بالطب الوقائي و بالتعامل بكيفية التعامل مع الطواعين و الأوبئة التي تنتشر في الناس بأسباب وقائية و بأسباب علاجية واضحة فلا مجال إذن لمحاولة المزايد على ما يقول أهل العلم في هذا الباب و الله تعالى أعلم